انت عارف دايما ان السمنة والناس عشان توصل للوزن المثالي ويتخلصوا من السمنة اللي عندهم بيبقوا متهقلهم لهم هيبزلوا مجهود هيصرفوا مصاريف كتير حاجة كده في الخيال عشان يوصلوا للوزن المثالي اللي هم بيتمنون ازاي يوصلوا للوزن المثالي ده بقى اقل حاجة وبقى اقل مجهود وبطريقة طبعية طيب بصي طبعا العالم كله عمل برامج توعوية وبرامج كبيرة جدا قومية لمحاربة السمن لان انت لما تشوفي بعد كده الدول هتصرف قدية على الضغط والسكر والقلب والعلاج هتلاقي اكتر بكتير جدا من انك تتكلمي مع الناس علشانك الدول متقدمة عمل وميزانية خاصة للتخلص من السمن بالزبط والسمنة في النهاية مفيش حاجة في النهاية هتتعمل غير ان انت بتوعي الناس يعني حاجات توعوية ازاي تاكلوا ازاي تشربوا ازاي تنظموا اكلكوا ازاي تتعاملوا مع الجسم بشكل صحيح الناس فاصلة ما بين حاجتين فاصلة ما بين الاكل وما بين الجسم يعني بمعنى هو بيتعامل مع الاكل على ان هو الاكل ده في اي وقت باكله في اي وقت للمتعة فوقت المجوع يكل لكن هو في النهاية حاجة كده ده يعني روتينية بتحصل مش رابط ما بين ان الاكل ده هو المحرك الرئيسي بتاع الجسم يعني الجسم خلق عشان يأكل والاكل ده يتحرق فيدي طاقة فالجسم يعيش ازاي زي ما العربية بتمشي بالبنزين زي ما اللابتوب بيشتغل بالكهرباء يعني الاكل هو محرك للجسم الجسم بيشتغل بده المحرك الرئيسي الموضوع هو الاكل فانت مش بتاكل بس لمجرد اجباع الرغبة عندك انك تاكل وتستمتع بالاكل لا انت لازم تعرف كويس ان الاكل ده مهم الجسمك والاكل ده بيمد الجسم بالطاقة على مدار اليوم والحرمان من الاكل لفترات طويلة بيساوي تغزين الاكل وتحول هذا الجسم من الى المفروض ان الى الى تحرق بشكل منتظم الى الى تخزن الاكل بشكل منتظم فالفصل ما بين الاثنين لا الاكل لازم يكون بترتيب الاكل لازم يكون في اوقات معينة لازم اعرف ايه احسن توقيتات اللي ممكن الجسم ده يكون فيها بيحرق دي اهلة بتصحى من النوم لازم تدور وتشتغل عشان تحرق الاكل بشكل منتظم يعني فكرة ان انا استنى لحد الساعة اتنين الضهر ولا تلاتة ويبقى ده اسمه فطاري ده طيب هنحكي طبعا هنحكي ببنطة البساطة انت صحتي من النوم كل مهامك الحيوية كل مهامك الحيوية بتستنفذ طاقة الناس متخيلة ان بتقولك طب ما انا بصحى من النوم بقعد في البيت اتفرج على التلفزيون فين الطاقة لانا استنفذتها هنا انتي عضلاتك وانتي قاعدة كده قاعدة عضلاتك دي اللي مخليكي قاعدة بشكله والعضلات دي ضعيفة حتى نهاري هتنا نعمل كده العضلات دي بتستنفذ طاقة كل ثانية كل ثانية بتستنفذ طاقة وبالتالي الطاقة دي هتيجي منين الطاقة دي هتيجي من الأكل عشان ناكل بشكل منتظم لازم أول ما تصحى هذه الآلة او نصحى احنا فلازم نديها حاجة عشان تشتغل وتبتدي تاخد الطاقة بتاعتها فتقدر وظيفها الحياة بشكل منتظم فأنت قلت لي دلوقتي معلومة أن الناس اللي هي بتصحى من النوم ما بتقولش إلا الساعة 2 خلاص انتهى بقى ما وانتهى الآلة دي اشتغلت هقول صحيحنا الساعة 8 اشتغلت 6 ساعة مشكلة الناس دي ما تجي تتناقش معاهم يقولك عادي طبعا هي اللي هيشغلها الساعة 9 يشغلها الساعة 12 لا لا طبعا هو لو تخش في جدال معاهم انت صحيح من النوم الجسم ده صحيح من النوم كالنق ما كانش بيستنفذ طاقة قوي يعني الطاقة اللي بيستنفذها الساعة النوم أقل شيء لكن هو صحيح يقوم بمهامه الحياوية عايز الطاقة بتاعته عشان يبدأ يشتغل بشكل وكفاءة عالية أعلى درجات الحرق بتكون الصبح وأعلى درجات التحفيز بتكون أول ما نصحة من النوم لأن هي بداية الشرارة البداية بتاعة تحفيز الجسم على الحرق أنا دايما بقول لهم ان الفطار هو هو الريموت كنترول هو زرارة تشغيل بتاع هذه القلة عشان تبتدي تشتغل وتحرق معنا فبالتالي انت بتأسس للحرق بتاعت من الصبح فحتلاقي في ناس كتير بتيجي تقول إيه أنا الحرق عندي ضعيف وحتفاجئ إنه هو أصلا طول اليوم ما بيأكلش أو طول اليوم قاعد يعني صحيح الصبح خد كوبات النسكافيه ونزل على الشغل وقال لنا على الساعة 7-8 خد الوجبة بتاعته لما رجع البيت ده وكانت وجبة كبيرة هو دلوقتي من 8 الصبح الحد ساعة 8 بالليل أو من ساعة نصحي هو جسمه ما اشتغلش لأنه ما دخلوش أي أكل هو أدى كله وظيفه وأدى وظيفته وأدى شغله طب فين الجسم ده ما اجيش الجسم ده ولا بيحركه طبعا وفي الحال اللي طبعا بياخد من العضلات توليوم طبعا خد الطاقة منين هو فين الطاقة راحت فين جاد الطاقة دي منين مفيش طاقة فالجسم بيبتدي يحول الآلية بتاعته من جسم بيشتغلوا بيه إلى جسم بيخزن الأكل